السلام عليكم وحمد الله وبركاته ونهارده ان شاء الله هنكرم ما بين موبايلين من الفئة الجبارة لشركة قبل. وفي الاول هنتكلم عن ايفون اكس اس ماكس المقاوم للمياه والاتربة وزجاج امامي وخلفي ومحمي بطبقة بطبقة حماية من نوع جوريلا جلس. تصميم قديم لكنه مازال تصميم ممتاز جدا معالج قبل اي اتناشر زوء الاداء الممتاز. كاميرا ممتازة من افضل الكاميرات في السوق منذ تاريخ الاصدار. استحواز عالي للشاشة بالنسبة للجهاز. ضقة الشاشة مرتفعة جدا ومتوفر منه سعايات مختلفة من الزاقع الداخلية. سماعات ممتازة جدا. نزل السوق في دسمبر الفين وتمنتاشر نظام التشغيل اي او اس اربعتاشر. الحجم سبعة وسبعة في سبعة وسبعين فاصل اربعة ملي متر والوزن امتين وتمانية جرام. مادة الصميم اطار زائد زهر زجاجي. الشريحة شريحة واحدة الشريحة الالكترونية نانو. معالج سوداسي النواة معالج الرسوم الف ومية ميجا هيرتز. الهاتف متوفر منه نسخة الاربعة وستين ميجا ونسخة المتين ستة وخمسين ونسخة الخمسمية واثناشر وطبعا كل ده معرامية اربعة جيجا. حجم الشاشة ستة ونص بوصة ودقة الشاشة بتكون الف ومتين اتنين واربعين في الفين ستمية تمانية وتمانين. ابعد الشاشة تسعتاشر ونص الى تسعة. تقنية الشاشة الهاتف متعدد اللمس الى عشر اصابع. الكاميرا الرئيسية كاميرا مزدوجة اتناشر ميجا بيكسل زائد اتناشر ميجا بيكسل. وطبعا مش هنتكلم كتير عن كاميرا الايفون. عن كاميرا الايفون لانها غنية عن التعريف. الكاميرا الامامية سبعة ميجا بيكسل البطارية ليسيوم آآ تلات تلاف مية اربعة وسبعين ميلي امبير يعني بمعنى خمسة وعشرين ساعة مكالمات متوصلة او خمسة وستين ساعة موسيقى او خمسة وشر ساعة فيديو. البطارية غير قابلة للازالة والشباكات المتوفرة في الهاتف متوفر منه اللون الزهبي والفضي والرصاصي. عيوب الهاتف وزن الهاتف مرتفع جدا. آآ ومع الزجاج الخلفي بتكون المسكة غير مريحة لليل. تصميم الهاتف مكرر من الهاتف السابق سرعة الشحن بطيئة جدا. مفيش منفز زاكرة خارجية ومفيش منفز سماعات. وسعر الهاتف مرتفع جدا بدرجة غريبة. واخيرا نيجي بقى للاسعار تقريبا نسخة الاربعة وستين بيكون سعرها تلاتتاشر الف وخمسمية. ونسخة المدين ستة وخمسين بيكون سعرها اربعتاشر الف. ونسخة الخمسمية واتناشر بيكون سعرها خمستاشر الف خمسمية. نتكلم شوية بقى عن الايفون حداشر وهو مقاوم للمياه والاكربة بدرجة اعلى من سابقة. تصميم ممتاز وجذاب جدا جدا استحواز عالي للشاشة بالنسبة للجهاز معالج قبل ايه تلاتتاشر يعطي اداء لا يقارن نظام تشغيل ايو اس سربعتاشر يستحسن او يتحسن مع الوقت ويعطي تجربة جيدة جدا والكاميرا ممتازة ويتوفر من الجهاز ساعة مختلفة من الزاكرة الداخلية. كما انه بيمتاز بسماعات استيريو نزل السوق في سبتمبر الفين وتسعة عشر نظام التشغيل ايو اس سربعتاشر. حجم الجهاز آآ خمسة وسبعين فاصل سبعة في تمانية فاصل تلاتة. والوزن مية اتبعة وتسعين جرام واطار الموبايل الامونيوم والزهر زجاج. شريحة واحدة نانو والمعالج سداسي النوام. الهاتف متوفر منه نسخة الاربعة وستين جيجا ونسخة المية تمانية وعشرين ونسخة المتين ستة وخمسين. وطبعا كل ده مع ربعة اربعة جيجا من نوع حجم الشاشة ستة فاصل واحد بوصة دقة الشاشة تمنمية تمانية وعشرين في الف سبعمية وتسعين وتعدد اللمس الى عشر اصابع. نيجي للكاميرا وهي نفسي كاميرا الايفون اكس اس ناكس. وبتكون اتناشر ميجا زائد اتناشر ميجا بيكسل. اما الكاميرا الامامية حكاية وهي بتكون اتناشر ميجا بيكسل. نخش على البطارية وهي من نوع ليسيوم وسعة البطارية تلات تلاف ستة واربيين ميلي امبير تمنتاشر واط شحن سريع وغير قابلة للازالة. بيتوافر الوان جيدة للموبايل وهي البنفسي والابيض والاسود والاصفر والاحمر والاغضر. عيوب الهاتف بسيطة وهي ان الوزن مرتفع بالنسبة لحجم الموبايل الصغير وعدم موجود مستشار بصمة والاعتماد على بصمة الوجه فقط. الشاشة غير جيدة مقارنة بالمنافسين. سعر الهاتف مرتفع للمواصفات ولا يوجد منفذ للسماعات سعر الهاتف لنسخة الاربعة وستين جيجا بيكون حداشر الف وخمسمية والنسخة المية تمانية وعشرين بيكون السعر اتناشر الف خمسمية. وبكده هنكون خلصنا مقارنة ما بين الاتنين دول ايفون. سلام.